في الشأن المغربية فادت السلطات المحلية لإقليم الحوز أن التساقطات الرعدية الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء أمس أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجال المائية وأحداث سيون أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة والأوحال على مستوى دوار تكر الخير بجماعة إيجوكاك التابعة لدائرات إسني وطمر سيارة للنقل المزدوج تحتها وفور الإشعار تعبأت كل الجهات المعنية حيث ما زالت الأشغال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة من أجل انتشار السيارة وركابها المحتملين واستعادة حركة السير بهذا المقطع الطرقي للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكولوني الأحمد القيدي قائد الوقاية المدنية بجاة مراكش أسفي مرحبا بك سيدي معنا دعني أسألك أين وصلت عمليات انتشار السيارة التي تعرضت لأطمر إثرى نجراف هائل التربة بإقليم الحوس السلام عليكم لم يتم بعد العطور على السيارة لأن الأشغال أو الأبحاث تعصرت عشية اليوم بسبب تجدد أمطار على المنطقة الآن الأشغال هي جارية الأبحاث جارية وستستمر طوال الليل على أمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الساعة القادمة إن شاء الله إذن مصالات عملية انتشال سيارة أو حال مستمرة ننتظر منكم أي جديد الكولوني الأحمد القيدي قائد الوقاية المدنية بجاة مراكش أسفي شكرا لكم